إذا هالمنطقة بالذات مضايقتك ومكرهتك بجسمك وملوعة شبدك راح أعطيك الأساسيات اللي تخليك التخلص منها طبعا موضوع الدهون بهالمنطقة هذي يسمونها البليفات وتكون فيها الدهون متراكمة على شكل دائري بجسمك تغطي معدتك وخواصرك وظهرك من وراء بعد بدون مبالغة يمكن تسعين بالمئة من الناس تعاني منها وهذا لأنه وائد ناس ما يدرون أن سبب هالمشكلة مو بس الدايت أو التمرين سبب تراكم الدهون بهالمنطقة هذي بالذات سببين السبب الأول الاسترس والتوتر والضغوطات اللي تحوشك بحياتك اليومية وتعبك البدني والنفسي يعني بدون مبالغة لو أحد ماشي بكل شي بيرفك التمرين رياضة كل شي بقع يمر بضغوطات نفسية بشكل يومي ومستمر راح تصير معاها المشكلة وراح تطلع لها الدهون بهالمنطقة هذي السبب الثاني تكون بداية مقاومة الإنسليم بالجسم أغلب الناس اللي يعانون من مرض السكر غالبا عندهم هالمشكلة ضيف عليها أن أنت مو قاعد تمرن ومو قاعد تحرق ضيف عليها تخبص بالأكل والحين راح أعطيك الأساسيات رغم واحد قلنا الاسترس والتوتر الزايد من ضغوطات الحياة أو شي نفسي أو مشاكل يومية قاعد تمر فيها رغم اثنين التعب الجسماني السهر ما تكمل ساعات النوم المطلوبة منك أو ما ترتاح بنومتك ثالث شي مقاومة الإنسليم وبداية مرض السكري من النوع الثاني بعيد الشر رغم أربع الدايت و لازم تأكل أكل صحي رقم خمسة تمرين أجماعة عضلات الكور لازم تمرنها حالها حال أي تمرين ثانية لنقعد تتمرن صدر الصدر أنت تلعب عالي ومستوي وسفلي يلعب المعدة نفس الشي العضلات اللي فوق والعضلات اللي بالنص والعضلات التي أحملها كلها وشي الأوزان أوزان ثقيلة لا تتمرن تمير تنقيم كان بالنادي أو البيت المهم أنك تتمرن خلصت من عضلات المعدة عضلات الخواصر العضلات الجانبية هذه تمرنها وهم حط فيها أوزان عضلات أسفل الظهر نفس الشيء هم تتمرنها وتحط فيها أوزان تدريجيا طبعا بس متشيل شيء دقيل وانت قاعد تتمرن غلط تتحور نفسك وإذا انت معارف التمرين هذه بالضبط حطيت لك الفيديوهات كلها بسيريس خاص فيها فيديوهات عبارة عن طريقة التمرين عدد الجولات وعدد التكرارات وغيرها طبقهم وشوف النتائج طبعا مع الأكل ومع أنك تتعامل مع ضغوطات حياتك والتوتر اليومي وتحاول تنام ضبط أمورك كلها وجسمك كلها راح يتحول مو بس هالمنطقة هذه وإذا عندك استفسار اكتب ليها بالكمنتات